السلام عليكم ومرحبا بكم على قناتنا القضايا بعد أن أظهر وليد الرجراجي مدرب المنتخب المغربي لائحة اللاعبين المتواجدين حاليا الكل بدأ بالتساؤل سبب غياب عبد الرزاق حمد الله والمدرب المنتخب المغربي وليد الرجراجي يفسر غياب حمد الله قبل البدء فضلا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديدين كذلك لا تنسوا إعجابكم بالمقطع لأن الإعجابات تساعد هذا المحتوى على الانتشار بشكل أكبر حسب جريدة هيس بريس المغربية قال والد الرجراجي مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم إنه تحدث مع عبد الرزاق حمد الله لاعب فريق الاتحاد السعودي قبل أن يكشفها عن لائحة أسود الأطلس وأضاف الناخب الوطني خلال الندوة الصحافية التي أعلن فيها عن اللائحة المستدعاة للمعسكر الإعدادي القادم بإسبانيا استعدادا لمواجهة منتخبي تشيلي والباراغواي بمدينتي برشلونة وإيشبيليا نهاية الشهر الجاري أن نحمد الله غير جاهز الآن لأنه عاد بعد أيام قليلة من الإقاف وشدت الرجراجي على أن باب المنتخب مفتوح في وجهه كل اللاعبين مبرزا أنه لم يريد تغيير المجموعة بشكل كبير وسيكون أسود الأطلس على موعد مع مواجهة منتخب تشيلي في الثالث والعشرون شوتنبر الجاري في الساعة الثامنة مساء بتوقيت المغرب على ملعب كورنيلا البرات في مدينة برشلونة الخاص بفريق إسبانيول وسيوجه المتخب المغربي في مباراته الثانية ناظره البراغواي يوم 27 من الشهر نفسه في الثامنة مساء بملعب بنيتوفيا مارينا بمدينة إيشبيليا الخاص بفريق ريال بيتيز حيث أن الشعب المغربي عبر أيضا عن تصريح وليد الرجراجي في التعليقات كالواقع يقول يعني النصيري والحداتي جاهزين سر جراجي سر الله وأيضا قال خليد حسب رأيه الحمد لله أحسن بكثير من النصيري والكعبي كما كتب أدم في التعليق كنا نتمنى الحمد لله يكون في التشكيلة للمنتخب المغربي وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية المقطع لا تنسوا للشراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليس لكم كل جديدنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة